السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله ناخد برنامج اسمه ادارة الملفات او فايل مانجر فلاشلايت اندو كلوك يعني كمان برنامج لكشاف وكمان ساعة منبه وبرنامج ادارة ملفات بمعنى انك انت تتنظم بملفاتك اللي على الميموري كارد او على الذكرة الخارجية الخاصة بيك وكمان انك تعمل نسخة احتياطية من اي برنامج يعجبك مثلا انت نزلت برنامج من على جوجل بلاي او ماتجر جوجل بلاي وعجبك البرنامج ده انه يبقى معاك بعد كده وانت عايز تنزله كسورس او كمصدر رئيسي تقدر تبعته الواحد صاحبك او تمسحه مثلا من علم باي لك وتنزله من الملف ده تعمل حاجة اسمها باك اوب زي ما اتو هتشوفه بعد شوية اول حاجة اسملكك راب التحميل البلنامج اسمي الفيديو البلنامج تمانية ونصف ميجا بايت بس اه حاصل على اه تقييم اربعة تقييم اربعة تمانية من عشرة ده تقييم عالي جدا زي ما انت شايفين هنا اه وانسحته بس خمسة ميجا بايت منزله عشرة مليون عشرة مليون شخص تحميل اه بعد ما انزله طبعا هندغط اوبن وبالنمج طبعا بيشتغل من شرط النيت والاي باي حاجة مفيش نت فيه بعد كده بيظهر لك جميع ملف دي الزاكرة الداخلية من استوريج ازي كارد الزاكرة الخارجية الحاجات اللي تم تنزيلها تحملها اللي هي منها هنا التطبيقات اللي احنا نعمل عليها نسخ نسخة سياطية منها هي عندك اوديو يقول لك عامل ماتين وواحدة وثمانين ملف بمعدل تلاتة جيجا جيب لك كل حاجة الصور عندك ربعمائة تمانية وتلاتين ميجا صور بمعدل خمسونية وتسعة صورة الفيديوهات تلاتة واحدة من عشرة جيجا عاملة مية وخمسة فيديو تقدر تشوف الفيديوهات كلها اللي عندك متسجلة هنا عن طريق تضغط على كلمة فيديو نيو فايلز الملفات اللي تم اضافاتها حديثا تسعة وعشرين ملاف بمساحة تلتمية وتنين وسبعين البرامج كلها اللي عندك خمسة وتلاتين بلنامج بمساحة تمام وعشرة وهكذا هنشوف الاول البرنامج قصته ايه اول ما هنفتح هيظهر لنا بالشكل ده هنضغط على او التطبيقات مسلا برنامج زي زي اللعبة دي نايف بونتي تمانية وعشرين ميجا دي عجباني عجباني مثلا عايز اعمل منها افضل ضغط عليها بعيدي هيظهر لي مربع مربعات حوار في الاسفل زي ما انتشايفين حاجة اسمها او عمل نسخة احتياطية يعني ازالتها شير انك تشيره او تشاركه مع صديقك يعني معلومات عن اللعبة او البلنامج ده زي مكانه فين مساحته ادي ايه الكلام ده الصيغة بتاعه هاضغط على او عمل نسخة احتياطية عشان اعمل نسخة احتياطية من اللعبة دي او البرنامج ده تم عمل نسخة احتياطية اضغط اوبن لو ما عارفتش اضغط اوبن بسرعة اعمل باك تاني باك هشوف حاجة اسمها او نسخة احتياطية طبعا مش هتلاقي هنا اضغط على الثلاث شرط اللي هنا ايش موجود اه 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 او النسخة احتياطية فيه انا ضغط على الابس دلوقتي انا عا كنت عامل قبل كده على برنامج اسمه ليس فون هو عامل على برنامج ده البرنامج ده جالي اهو تمانية وعشرين ميجا بصغة اي بي كي دوت اي بي كي يعني يقدر ان هو يتحمل على اي مبايل اندرويد وبكده يبقى انت عملت نسخة احتياطية من اه برامجك المفضلة عندك تقدر تنقلها وتحطها في اي مكان تاني عن طريقة انك هتفضل ضغط هنا على البلنامج او اللعبة بعد كده تشوف عند عايز تعمل نسخة احتياطية تعمل وتنسخها في مكان تاني عايز تشيلها من مكانها ده اه تماما وتحطها في مكان تاني تقول موف تضغط على موف عايز عايز تمسحها وهكزا ديليت تمام انا عايز انقلها بس يعني موف يعني انقلها من مكانها ده تماما تتشيل منه خالص وتروح في مكان جديد اقول له موف وبعد كده بيقول لي ايه اقدر اتحكم هنا اضغط على التلات خطوط اللي فوق دول واقول له اس دي كارد واقول له على برامج عندي ملف اسم برامج هنا احطه فيه واقول له حاجة اسمها بيست او لصق شايفينها بيست في الاسفل على يمين اضغط بيست يتم لصق ايه اللعبة دي تمام طم لصقه زي ما تشايفين نايف بونتي 28 ميجا و7 ميجا بايت تمام البرنامج او اللعبة تم نقلها للبرامج وهكزا في اي برنامج تاني نشوف الهوم او الصفحة الرئيسية يقول لك جميع المستندات اللي نزل عندك كل المستندات اللي نزل عندك او ملفات pdf او ملفات word نزل عندك هنا اضغط باك تاني اوديو يجيب لك جميع الملفات الصوتية فيديوز يدي جميع الملفات الصوتية كلاود عايز تبعتها على كلاود معينة يعني ايه يعني على سحابة يعني على جوجل درايف او اي ان كان يعني على سيرفر عن نت اضغط كلاود اضغط على زائد يقول لي عايز عندك كزا حاجة عندك من جوجل درايف عندك حاجة اسمها وان درايف عندك حاجة اسمها بوكس عندك 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 دروب بوكس من اشهر مواقع التحميلات او مواقع الرفع انك تقدر ترفع بيها جميع الملفاتك الخاصة وتقدر اه تحط النسخة الطياطية على السيرفرات دي بحيس انك انت هتقدر تمسحها من موبايلك وكل سهولة طبعا لعملات جوجل درايف هيقول لي اه ادخل طبعا الاكاونت بتاعك والباسورد بتاعك وكلام ده طبعا تختار اي اكاونت عندك موجود انت عارفه وعارف باسورده وتضغط تضغط لي وتقول له اوكي بس انا مش عايز بس انتو ايبان انتو عارفين الطريقة هنعمل باك تاني دي الصفحة الرئيسية حاجة اسمها ده لو فيه اه شبكة او اي حاجة تانية انت عايز توصيلها عايز تعملها زي تحكم تلقائي بحاجة تانية نعمل حاجة اسمها اكسس يعني انت ممكن تستخدم البرنامج ده انك كمان تخلي البرنامج ده يشتغل عن طريق الواي فاي تمام بالكمبيوتر الخاص بيك انك تدخل على الكمبيوتر الخاص بيك تمام يعني برنامج جميل جدا هنتقول وطبعا لازم تبقى نفس الشبكة اللي موجودة عندك دي هي نفس الشبكة اللي موجودة على اللابتوب او الكمبيوتر وبعد كده تقول ويقول لك يبدأ يشتغلك ويلقط لك يعملها زي واي فاي هوتس بوت يعني نقطة اتصال محمولة ويبدأ ييعرف الموبايل بالبرنامج بالبرنامج اللي على الموبايل البرنامج اللي على الموبايل هيتعرف على الكمبيوتر ويبدأ تقول له تقوله وتبدأ تشتغل به يعني برنامج جميل جدا عايزين نشوف بقى اللي هي الايه هنقول الانالايز دي اضغط انالايز بيبدأ يحلل لك كمان المساحة يعني المساحة الرئيسية عندك تم احتلال نسبة 64% منها منها ايه اوديو من ايه ملفات ايه الفيديوهات 111 ميجا على الزاكرة الداخلية الملفات الكبيرة بيقول لك كمان الملفات الكبيرة عبارة عن ايه وموجودة فين والبرامج تمام ده من نسبة للمينستروجي ده من الشيكين لو اضغط على فوق على يمين بيقول لي ملفات عنها معلومات عنها يعني محتلة 48% منها منها صور ربا مية 11 فيديوهات 311 جيجا اوديو صوت 3 جيجا ملفات مية سبعة وتمانين ميجا اخرى 353 ميجا اكبر ملفات عندك عملة 505 جيجا وتنين وتمان عشر دي عن طريق ايه الفيديوهين دول من اكبر الملفات تمام بيقول لك الملفات الموقعة عندك عملة واحد ميجا يعني ولا حاجة الملفات الموقعة دي اللي هي ما تدخل اي برنامج او اي لعبة وتقعد فيها فترة كبيرة او مساويات كتير او بتلعبها فترة كبيرة او بتستخدم برنامج فترة كبيرة يبدأ يعمل حكا حاجة اسمها ملفات موقعة تقدر تلغيها انطري تقول له تمام يعني برنامج سهل جدا وبسيط هنضغط على اخر حاجة اللي هي الساعة دي اللي انت شايفينها دي بيقول لك اخر حاجة انت دخلت فيها البرامج والنسخة الاحتياطية والبرامج تمام اهم حاجة انا بقى عارف ان هي النجمة دي اللي فيها الملفات الاحتياطية ودي اللي هي عايز الصفحة الرئيسية اضغط على العلامة دي وبعد كده اضغط هوم هو الصفحة الرئيسية يجي لي الشكل ده وقدر اتعامل بيه برنامج سهل وبسيط وجميل جدا وسهل الاستخدام وما فوش اي تعائدات لا ده النسخة دي كده كل ده كده النسخة مجانية طب لو انا عايز النسخة اللي هي بفلوس او المدفوعة طبعا اضغط على علامة التاج دي اللي انت شايفينها وابدأ اشترك في النسخة المدفوعة بس انا شايف النسخة المجانية فيها حاجات جميلة جدا ويعتبر كل حاجة تهتم بيها او يعني اي حاجة مهمة موجودة في النسخة دي ارجو ان يكون الفيديو عجبكم وارجو ان تشتركوا في القناة وتعجبوا الفيديو لو كان الفيديو عجبكم متشاكر جدا لي